اصدرت وزارة الصحة بياناً أوضحت فيه بأن علاج السرطان الجديد الذي اعتمدته هيئة الغناء والدواء الأمريكية قد تم تجربته على 55 مريضاً بنسبة استجابة بلغت 73% للأشهر التسعة الأولى من تناول الدواء إلا أن النسبة انخفضت إلى 39% بعد السنة الأولى وبينت الوزارة أن الدواء موجه لأنواع معينة من السرطان وله عدة أعراض جانبية نفط عمان يحقق اليوم ارتفاعاً بمقدار دولارين وخمسة سنتات ليبلغ 61 دولاراً و42 سنة للبرميل اشتركوا في القناة